السلام عليكم طلاب هذه محاضرة ثمانية بالفصل الثاني اليوم عندي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية أنا بترتيبي أعتبرها القوة الدافعة هذه الثانية لأن الأولى اسمها القوة الدافعة الكهربائية في قانون فرداي الموضوع اسمه قانون فرداي رضاه بس قصدي أول قوة دافعة كهربائية هي اللي نحسبها مالد فرداي اسمها القوة الدافعة الكهربائية المحتثة المتولدة في ملف أو حلقة هذه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية هذه عنوانها المتولدة في سلك مستقيم أو ساق موصلة هي أكثر شيء يقولون ساق موصلة يعني سلك أو ساق معدنية شون يعني استهد طبعا أكيد رح أفهمكم عنوانها بالضبط حتى تتميزون بينها وبين ما لا تفردها ماشي هاي القوة الدافعة الكهربائية شون رح نجي نشرحها أو نبدأ بها نفترض لدينا منطقة مجال مغناطيسي منتظم نحو الداخل طلعا بكل كلمة رح أشرحها مجال مغناطيسي منتظم يعني عدد الخطوط منتظمة أي استاذ يعني شنو منتظمة يعني متساوية الأبعاد كثافة الفيض مو كثيفة في منطقة وخفيفة في منطقة أخرى لا منتظمة تمام الأبعاد بين كثافة الفيض والخطوط منتظمة ما كو زيادة ما كو نقصان ثابت إذن هاي هي كثافة الفيض المغناطيسي المنتظم ماشي رح نجيب اليوم ساق معدنية مو مغناطيسية لأننا خلاص هاي مففرين منطقة مجال مغناطيسي بطريقة معينة رح نجيب ساق معدنية بالبداية هاي الساق المعدنية أو السلك المستقيم هي أكثر شيء يستخدمون ساق موصلة إذن هاي اللي قدامكم ساق موصلة موصلة يعني شنو مادة موصلة للكهرباء ساق موصلة طولها L small L ماشي بوحدة السنتيمتر أو المتر ماشي هاي كلها نشرحها نبدأ بتحريك هذه الساق داخل إلى داخل منطقة المجال المغناطيسي بسرعة velocity هاي سرعتها لأنه إحنا فردا يعلمنا إنه اللي يريد يحصل على قوة دافعة كهربائية محتثة لازم أكو تغير بالفيض المغناطيسي خلنش رحها هنا على صفحة اللي يريد يحصل على قوة دافعة كهربائية محتثة لازم يروح يسوي تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن من المعلوم أن الفيض المغناطيسي هو عبارة عن كثافة الفيض في المساحة في كوساين الزاوية ماشي زين أنا حتى أغير الفيض لو أغير كثافة الفيض لو أغير المساحة لو أغير الزاوية زين حاليا كثافة الفيض ثابته ها طلاب من الحركة النسبية تعتبر تغيير شلون مثال مثلا من شانت عندنا حلقة وقبالها ساق مغناطيسي ساق مغناطيسي عافية لأحد يخلط ترى هو الساق المغناطيسي خطوطه أوضح لكم إيها أكثر ساق مغناطيسية بعيدة هاي بس للتوضيع شون هسا أصابيعكم ممساوية تمام أصابع اليد ممساوية المجال المغناطيسي أو الساق المغناطيسي خطوطه شبيه ممساوية أكو قصيرة بس إنه من تجي تحسبهن لمن هو واقف ثابتات الحلقة شقدة يخترقها حاليا ده يخترقها بس ثلاثة من تجي تقرب الساق المغناطيسي كثافة الفيض مو هي زادت لا كثافة الفيض التي تخترق الحلقة زادت يعني أصبحت الحلقة معرضة إلى كثافة فيض متزايدة يعني متغيرة فهذا يعتبر تغيير بالفيض ليش؟ لأن المساحة ثابتة والزاوية ثابتة لأن هذا متجه المساحة هذا كل توضيح للدرس اليوم هذا مو متجه مساحة الحلقة أي هاي مو كثافة الفيض أي زين الزاوية شقدت صفر ثيتا صفر المساحة ما الحلقة ما حد متلاعب بها الزاوية ما حد متلاعب بها ولكن عملية تحريك الساق تقريبا وإبعادا معناها ده نغير بكثافة الفيض اللي ده تخترق الحلقة يعني التغير بمن ده يصير بكثافة الفيض لذلك ده يتغير الفيض كله المغناطيسي عن طريق التغير الحاصل في كثافة الفيض وثبوت المساحة وثبوت الزاوية هذا كله كمثال وهو صحيح يعني توضيح صحيح بس رأتوضح أنه كثافة الفيض احنا مو زيدناها يعني المغناطيس مو سمننا وضعفنا لا هو خطوط مثلا الثابتات بس عملية التقريب والإبعاد تجعل الحلقة خطوط المجال اللي تخترقها في حالة تزايد أو تناقص ها نفس الفكرة هنا كثافة الفيض ثابتة مثل ما دني ثابتات الساق المغناطيسي الموصلة المعدنية اللي هي بمثابة حلقة مثلا شبيه طلاب هذا الكلام لا يشمل موروع اليوم لكن هذا كله للتوضيح هاي الساق حاليا جاءت كثافة الفيض اللي تخترقها صفر ممتاز من أجي أدخلها لمنطقة المجال سوف نسألها حاليا جاءت كثافة الفيض ستقول الساق صفر من تدخلين منطقة المجال ها تبدأ تزاد المهم حتى وضح لكم أن سالفة الحركة النسبية هي لتغيير الفيض بأكمله فنحن بشكل عام أحسن مو بشكل خاص الحركة النسبية عملية الحركة النسبية وخلا وضح لكم شنو حركة نسبية الحركة النسبية هي أما نحرك الساق المغناطيسي نسبة للحلقة أو الحلقة نسبة للساق كلمة نسبة يعني مقارنة يعني لو نحرك الساق المغناطيسي نسبة للحلقة يعني مقارنة بالحلقة الثابتة أو نحرك الحلقة الثابتة نسبة إلى الساق لا أعف نحرك الحلقة نسبة إلى الساق الثابت يعني نثبت واحد نحرك الثاني يسمها حركة نسبية شلون هسا أنا أترك المعهد وأطلع أروح الغير معهد منعوف معهدكم المعهد اللي أندي أخذكم بيه هو ثابت أنا اللي تحركت فأنا أحصير متحرك نسبة إلى المعهد وحكذا ماشي إذن في الحركة النسبية هي تحريك هاي ما مطلوبة خلص وضحتها ما يحتاج أكتبها هي تحريك الساق بالنسبة للحلقة أو الحلقة نسبة للساق فهناك راح نحرك هذا ساق مغناطيسي ما عليكم بي هسا هناك شي ساق مغناطيسية اللي هي بمثابة حلقة عود يعني مثل الحلقة مكان الحلقة هسا راح نحرك الساق المعدنية الموصلة نسبة إلى المن إلى المجال المغناطيسي اللي هو كثافة الفيض المغناطيسي ماشي إذن إحنا وفرنا الإرادة من عندنا فرداي إن إحنا نغير الفيض بصورة عامة ماشي المهم عند تحريك هذه الساق داخل منطقة المجال مثلا هذا المنظر الجديد بعد دخولها شوي راح أكبرها عندي تفاصي بعد دخولها لمنطقة المجال المغناطيسي شنو اللي راح يصير طلعبنا يا رب تفهمون المجال المغناطيسي المجال كله هو كل خط من خطوطها عبارة عن خط قوة مغناطيسية كل خط من خطوط المجال المغناطيسي عبارة عن خط قوة مغناطيسية وإنه إحنا خذنا القوة المغناطيسية بمحاضرات الأولى القوة المغناطيسية تساوي QVB sin Theta طالبي يخلطي للأستاذ مو كانت كوساين طلعب هاي معادلة الفيض هي اللي بيها كوساين احنا هنا معادلة القوة المغناطيسية القوة المغناطيسية اللي تطلع من المغناطيس أو المجال المغناطيسي وهي تؤثر في الشحنة المتحركة إذن القوة المغناطيسية بي من تأثر بالشحنة الكهربائية يا هي المتحركة بسرعة ليش؟ مين جدتها القوة المغناطيسية بفعل المجال المغناطيسي هذا معنى أن القوة المغناطيسية تزداد بزيادة المجال المغناطيسي والزاوية هي المحصورة بين السرعة وكثافة الفيض هل سأفهمك يا كثافة الفيض للداخل هاي هي السرعة إذن الزاوية 90 لأن هاي السرعة وكثافة الفيض للداخل فالزاوية ما بين السرعة الزاوية ما بين السرعة وكثافة الفيض زاوية 90 إذن القوة المغناطيسية حالياً صفت على أنه QVB فقط إذن أستاذ أتجاب القوة المغناطيسية بالموضوع أنا أقول لكم الساق الموصلة شنو ساق موصلة؟ يعني معدنية شنو يعني؟ يعني هي عبارة عن ذرات صدو إيش أستاذ أحنا مو ندري الظرات عبارة عن شنو؟ عن شحنات موجبة وسالبة جيد القوة المغناطيسية بالمحاضرة الأولى أخذناها والمحاضرة الثانية هي علي من تؤثر تؤثر على شحنات الكهربائية المتحركة مثلاً تذكرون من قلنا ما تأثير وضح ماذا يحصل إذا تحرك جسيم مشحون من شحنة موجبة عمودياً على مجال مغناطيسي هذا بالطلاب نعم عفوني من الشحنة السالبة هسا هي الساقش مليونة شحنات موجبة وسالبة ماشي خلنا تخيل شحنة موجبة لتتحرك عمودياً على مجال مغناطيسي أذكركم إن شاء الله أنتم تابعين وفتذكرون من كان عدي مجال مغناطيسي منتظم وجبت عليه جسيم مشحون بشحنة موجبة وحركته بسرعة عمودية على المجال المغناطيسي هي شصار بي تأثر الجسيم المشحون بقوة مغناطيسية عمودية F مغناطيسية عمودية حركت الشحنة الموجبة للأعلى جيد إذن هو هذا اللي راح يصير هنا إنه المجال المغناطيسي هذا مدام تتحرك الساق راح يفصل الشحنة الموجبة بطرف والسالبة بطرف إذن سوف تتراكم من الشحنات الموجبة في أعلى الساق والسالبة في الأسفل هاي مو ثابته وإنما صدفة لأن الحركة منها ماشي وهذا الكلام حسب قاعدة الكيف اليمنى إذا دورت أصابع اليد اليمنى من متجه السرعة باتجاه كثافة الفيض فإن الإمهام يشير إلى اتجاه القوة المغناطيسية المهم أنت هاي التفاصيل يعني أنا ما أقدر أستطيع إن شاء الله أقدر أوضح لكم إيها بلّق أن نشوف باع يمي هاي السرعة المجال للداخل هاي هي القوة المغناطيسية وين للعلى ماشي هاي مو مطلب من عدكم التفاصيل وشلون صارت الشحنات اللي فوق أنتوا فهموا لي الموضوع وخلوا ببالكم أنا لين ذاش رح شرح تفصيلي رح يتوزع الكلام ويتطشر فدي شوية ألمه مرة واحدة فيفهم ماشي يعني المهم خلي أقرأ بس اللي أنا هاي سيلته عند تحريك ساق موصلة ساق موصلة طولي هال بسرعة في وبسرعة مودية على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه وبي تمام فإنه فإن القوة المغناطيسية سوف تعمل على فصل الشحنات الموجبة سوف تعمل على فصل الشحنات الموجبة وتتجمع الشحنات الموجبة في طرف الساق العلوي والسالبة في طرف الساق السفلي زيان طلابنا إحنا ونعرف إنه المكان اللي بيه شحنا موجبة معناه جهده موجب والمكان اللي بيه شحنا سالبة صار جهده سالب إذن هذا معناه إحنا حالياً ولدنا فرق جهد على طرفي الساق شنوه؟ فرق جهد على طرفي الساق حلو إحنا تقريباً وصلنا لليه الريدة لأنه فرداي علمنا نقدر نولد فرق جهد بدون بطارية بدون أي مصدر بس يرادلنا يتي مجموعة أغراض اللي هي مثل إيش فتشي موصل سواء حلقة أو ملف أو ساق ونحتاج لنا مجال مغناطيسي شوفها سيشلون هاي أو حتى أذكركم عمي مثلاً عندنا يحتاج لنا ملف وقلفانوميتر قلفانوميتر أو أميتر يأشر ونحتاج إلى ساق مغناطيسية ونحرك الساق المغناطيسية ماذا يحصل؟ تتولد هذا القانون فرداي تتولد قوة دافع كهربائية محتثة على طرفي الملف زين ليش؟ بسبب حصول تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن ولما كان ملف خلينا سالب قلنا القانون لينز بالمحاضرة السابعة القوغة خلينا عدد اللفات وهكذا المهم الفكرة وين؟ أنه اللي يريد يولد فرق جهد بهذه الدائرة اللي نسميه قوة دافع كهربائية القوة الدافعة شنو؟ فرق جهد اللي يريد يولد فرق جهد بعملية الحث الكهربائي المغناطيسي ما عليه إلا أن يغير الفيض المغناطيسي المهم إحنا حالياً ولدنا فرق جهد ماشي هذا فرق الجهد شو راح نسميه؟ راح نسميه إيندكشن بس طلق بفيدوها الحركة لحد يعني يخربط شوفوا السرعة بالانجليزي اسمها الحركة الحركة كلها الحركة مو السرعة الحركة اسمها موشن 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 يعني حركة ماشي من أجي أحورها أكتب موشن موشن الصير حركية زين هاي القوة الدافعة الكهربائية حتى ما نخربط نحط لها فتشي مميز لعن نسميها إيموشن مختصر ما الكلمة موشن موشن إيموت ماشي إيموت تمام هاي القوة الدافعة الشر راح اشتقها الها اشتقاق مطلوب تبه يمي لما انفصلت الشحنات الموجبة عن الشحنات السالبة هذا بفعل منه بفعل القوة المغناطسية بفعل القوة المغناطسية اللي هي QVB هاي اللي صفيت هاني هنا وخلني نبقي ساين مثلا باعتبار حنا بعدنا مع وطن عن الزاوية ساين ثيت إذا القوة المغناطسية فصلت الشحنات زين بفعل المجال المغناطسي زين طلاب نحن مو نعرف أنه الموجب والسالب يتولد بيناتهم مجال كهربائي إذن هيتولد مجال كهربائي من الموجب إلى السال مجال كهربائي من الموجب إلى السال جيد المجال الكهربائي سبق ونجدنا بالمحاضرة الأولى هو القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنة حلو إذن مثل ما المجال المغناطسي ولد قوة مغناطسية المجال الكهربائي رح يولد قوة كهربائية زين إذن أكل الأسفل شنو خاف صارت خربطة أكل الأسفل قوة كهربائية أكل الأسفل أف إليكترك اسمعوا لي هاي الكليشة ملاحظة إذا كانت اسمعوا لي هزين إذا كانت حركة الساب بسرعة منتظمة بينقوسيا ثابتة إذا سرعة ثابتة مثلا عشرين متر بالثانية فقط والمجال المغناطسي ثابت منتظم يعني مو ثابت قصد بالنتغيير وإنما منتظم بعد فترة من الحركة سوف تحصل حالة الاتزان شنو يعني حالة التزان أي تتساوى تتساوى القوة المغناطسية أي تتساوى القوة المغناطسية مع القوة الكهربائية القوة المغناطسية متأثرة نحو الأعلى والكهربائية متأثرة نحو الأسفل مدام هذا الحلشي كله منتظم راح تتساوى القوة المغناطسية مع القوة الكهربائية ماشي هس راح يجي نشتاق الاشتقاق يبدو من هالكلمة بس و تقولون لهم عنده حصول ما تكتبون هالكلمة حالة الاتزان فإنه قوة المغناطسية تساوي القوة الكهربائية زين هاي مفكوكة كيو في بي ساين ثيتا هاي شنو مفكوكة كيو اي قوة الكهربائية اف في واحد اف شو تساوي كيو اي ماشي وبي حدف الشحنة من الطرفين بس خلج يعني شي صرع لي صرع لي في بي سرعة في مجال مغناطيسي في ساين ثيتا تساوي يعني مجال كهربائي طلع بس راح اعدلها اريد اسوي المجال الكهربائي هو اللي يساوي في بي ساين ثيتا ماشي هاي معادلة رقم واحد جاي اللي يذكرون بالفصل الاول المجال الكهربائي يساوي فرق الجهد على البعد بحيث انه هذا بالفولت وهي بالمتر ماشي اليوم المجال الكهربائي راح نقول هو فرق الجهد على الطول وبقت فولت على متر ماشي وسطين لا مواسطين في طرفين اعوض عن المجال الكهربائي شنو فرق الجهد على طول الساق هناك كان البعد ما المتسعه هنا طول ما للساق هنا الطول ما للساق هاي طويل الساق هاي طول زين شي ساوي في بي ساين هسا هايديكم اياه وبركو مانوان رد توصل اذا يلا شلون نبدي بالاشتقاء عافية من حالة الاتزان نقول له عنده حصول حالة الاتزان فانه خلي بدي بالكهربائية القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطسية ماشي اه القوة الكهربائية هي الشحنة في مجال كهربائي قوة المغناطسية كيو في بي ساين ثيتا ماشي ساهم ساهم يعني خطوة جديدة محذوف بها الشحنة مع الشحنة باقي انه المجال الكهربائي يساوي سرعة في مجال المغناطسي ساين ثيتا ونقول على هاي معادلة رقم واحد ماشي ومن المعلوم انه انحدار المجال الكهربائي على طول الساق هو شون يعني سرها هاي الكليشة طلابنا انحدار يعني شون نقول واحد يدعب من اعلى جبل الى اسفله على طول الجبل فالمجال الكهربائي اذا ينحدر انحدارا من الاعلى للاسفل على طول الساق هاي الساق مطويلة على طول الساق حتى لو ما كتبتوها حتى لو كتبتو من المعلوم ان قبل المجال الكهربائي يساوي فرق الجهد على الطول متسووها مثل ما اني سويتها على البعد وبعدين تتحوروها لا ما يعرفون هي تشيون انت رأسا نقولوا فرق الجهد العفو على الطول زين من الجهة الساق نعوض هاي المعادلة اين في معادلة رقم واحد اذا المجال الكهربائي ايش نكتب مكانه فرق الجهد المتولد على طول الساق شبه يساوي سرعة الساق في كثافة الفيض في ساين الزاوية بينهما ساين الزاوية بينهما حتى ما تنسوا زين وسطين في طرفين دلتا في في واحد في واحد دلتا في تساوي في بي ونضربة بالال وترجع الساين ثيتا حلو شنو هاذا لقدامكم طلاو هاذا لقدامكم اسمه فرق الجهد الكهربائي ايه المتولد على طرفي الساق المتحركة ايه استاذ شتريت هسه اسمعوني هذا فرق الجهد طلابنا احنا بالفصل الثاني ما نقول دلتا بي نقول شو اسمه يعني اي شي نشتقيه طلع قوة دافعة هذا فرق الجهد هو بمثابة القوة الدافعة الكهربائية راح نسميه الحركية وتساوي بي ال في ساين ثيتا الحروف بكيفكم غيروا بيها يلي نضرب عملية بدالية اذا اليوم احنا اشتقينا قوة دافعة كهربائية محتثة حركية اشي اسمها هاي قدامكم اسمها القوة الدافعة هذا هو عنوانها او دليلها الكهربائية المحتثة الحركية اما الوصف مالتها هذا الوصف المتولدة على طرفي هذا ساق هذا وصف كامل ساق موصلة موصلة تتحرك داخل مجال مغناطيسي شبيه حلو منتظم ماشي ابويا ماشي شنو الاسئلة عليها عليها تعريف عليها علامة يعتمد مزيلا التعريف ما المقصود بها ما المقصود بالقوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية جايها التعريف مارتين محتثة الحركية اذا ما قل لكم حركية يقول لكم المتولدة على طرفي ساق المهم شوفوا التعريف شون يكون هي فرق الجهد حلو صدوك هي شنو؟ فرق الجهد طلاب ترهية تقاس بالفولتين هي فرق جهد هي فرق الجهد المتولد على طرفي ساق اذا هي فرق الجهد المتولد على طرفي ساق طلاب يكتمون ساق مغناطيسية متعودين لا ابوية المتولد هي فرق الجهد المتولد على طرفي ساق شنية؟ موصلة شبيهة؟ تتحرك وين؟ داخل مجال مغناطيسي شبيه؟ منتظم حلو وكتوب الكتاب وتعد حالة خاصة من حالة وهي حالة خاصة من حالة مغناطيسي علامة اعتمد توهي يمي على كثافة الفيض وطول الساق وسرعة الساق والزاوية المحصورة بين السرعة وهي كثافة الفيض اربعة عمامل هسا من اروح اقرأ شوفون ويايا اللي صار وبعدين نرجع نجمع القوانين صلوا على النبي باع السهولة بسم الله صفحة 28 بالملزمة اللي عنده ملزمة واللي ما عنده راح افهمه اللي عنده ملزمة كان بها اللي ما عنده يقرؤوا اياي هو هذا الشرح بالكتاب القوة الدافعة الكهربائية الحركية هذا مختصر ما يعني قوة دافعة كهربائية ما عليكم بها احنا ناخد بس هذا الحرف وقلنا لكم نكتب جواها ماشي موت المهم يلاي شوفو احنا ما يصير لو جاي رأسنا نقاري ما راح تفهمون هس راح تفهمون من هي القوة الدافعة الحركية من هي هي فرق الجهد الكهربائي المتولد او تختارون المحتث عوفوا المحتث المتولد هي فرق الجهد الكهربائي المتولد وين على طرفي ساق موصلة ليش نتيجة لحركة هاي الساق داخل مجال المغناطيسي منتظم وتعد حالة خاصة من حالات الحياة الكهربائي مغناطيسي هالتعريف انتهي اما الشرح لان هو كتاب مقدم التعريف على الشرح يلا تبوي ايامي شوفوا الشرح وتخيلوا ما راح اجيب لكم المرتبة خلوني الا اجيب الرسم اذا وضعت ساق موصلة طولها ال عموديا على مجال مغناطيسي هاي باعوا طلابي هو المجال للداخل شوفوا هاي باعوا المجال مغناطيسي وين نحو الداخل هم جابوا الساق عموديا على المجال لووية المجال بموازاته ها ما جابوها باعوا عموديا على المجال حلو يلا اذا اذا وضعت عموديا على مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه بي موجود نحو الداخل ايه وتم تحريك الساق باتجاه عمودي على المجال مثل ما شفتو يعني الزاوية بين السرعة وكثافة الفيض السرعة وكثافة الفيض شوفوا زاوية بين السرعة كثافة الفيض من الداخل زاوية سسعين ماشي خلنقره فسوف تتأثر الشحنات الموجبة ها اش قلت لكم انا منتحركوها تتأثر الشحنات الموجبة بالساق بقوة مغناطيسية هاي اف بي وان يعني هاي الاولي اللي اكو ثانية فد شوية راح نشوفها اذا نسا حاليا بس نكتب القوة المغناطيسية الاولى تساوي كيو ذي بي ساين ثيتا خال شوي كتابة نعمة تمام زين اش راح يصير كنا سوف تتأثر الشحنات الموجبة بقوة مغناطيسية وعندما تكون حركة الساق عمودية على الفيض المغناطيسي في ان القوة المغناطيسية تبقى بس هيج ليش لانه ساين التسعين بواحد ماشي فتعمل هاي القوة المغناطيسية على فصل الشحنات الموجبة عن الشحنات السالبة اذ تتجمع في احد طرفي الساق والشحنات السالبة في طرفها الاخر يعني الموجبة في طرف والسالبة راح تكون في طرف اخر ماشي هنا انا حولت لكم الكلام على شكل السؤال وضح كيفه سؤال استنتاج بعد مجال وزارياني كيف تتولد قوة دافعة كهربائية حركية على طرفي ساق موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي نقول لما تتحرك الساق داخل المجال المغناطيسي فان الشحنات الموجبة للساق تتأثر بقوة مغناطيسية تؤثر باتجاه موازي لمحور الساق القوة المغناطيسية طلابية هذا مساق هذا طول الساق هي بموازات محور الساق على اعتبار هذا هو محور الساق قوة المغناطيسية تؤثر اه مش رطة تقولوها بساطة كلام الكتاب تؤثر باتجاه موازي لمحور الساق زين فتعمل هذه القوة المغناطيسية على فصل الشحنات الموجبة عن السالبة واذ تتجمع او تجتمع الشحنات الموجبة في احد طرفي الساق والسالبة في الطرف الاخر نكمل الشرح يستمر تجمع الشحنات المختلفة في طرفي الساق الموجبة والسالبة الصر بالاطراف شوق ليش يستمر مع استمرار في الحركة فيتولد شوفوا قبل استنتجوهما فرق جهد بين طرفي الساق اي طبعا وانا قلت لكم الطرف البي موجب جهده موجب الطرف البي سالب جهده سالب فيصبح هناك شنو فرقا في الجهد وانصير على طرفي الساق يسموه بالقوة القوة تعدلوها الدافع الكهربائي الحركي اي موشنال ماشي ينشئ نتيجة لذلك لليصار مجال الكهربائي قلنا يتجه نحو الاسفل مضبوط يتجه شوفوا نحو الاسفل ما مفروض من الموجب وان يروح للسالب رسمناه احنا فيش الورقة المهم وهذا المجال راح يولدنا شنو اكيد قوة كهربائية اذا سيؤثر بدوره في هذه الشحنات بقوة مقدارها اف صب اي يعني قوة كهربائية تساوي الشحنة الكهربائية في المجال الكهربائي اخذناها بالمحاضر الاولى ويكون تجاه القوة نحو الاسفل ايضا القوة الكهربائية الاسفل وباتجاه موازي لمحور الساق ايضا بينما يكون القوة المغناطيسية نحو الاعلاق الناهى ذلك على وفق قاعدة الكف اليمنى وكل القوتين المغناطيسية والكهربائية في مستوى واحد مع خط عمل مشترك يعني نفس خط العمل وباتجاه المتعاكسين وعند تساوي مقدار هاتين القوتين تحصل حالة الاتزام وتكون القوتين متساويتين مقدارا متعاكستين اتجاهها ماشي انتهي شرح شلون تولدت القوة الدافعة الكهربائية هذا السؤال استنتاجي طلاب هاني مساوي هسا اشتقي العلاقة الرياضية التي تعطى بها القوة الدافعة الحركية سويناها اشتقيناها ساوينا الكهربائية بالمغناطيسية الكهربائية كيو في اي لانه احنا بداية اول محاضر قلنا المجال الكهربائي سيؤثر بقوة كهربائية على الشحن الكهربائي وسطين في طرفين القوة الكهربائية تساوي الشحنة في المجال ماشي وباختصار الشحنة من الطرفين يبقى لكم المجال الكهربائي يساوي هاي سرعة مو جهد هاي سرعة ماشي وبما ان انحدار الجهد الكهربائي يساوي مقدار المجال هاي تحفظوا لي هاي الكنيشة بما ان انحدار الجهد الكهربائي يساوي مقدار المجال الكهربائي يعني ليدي عدلها المجال الكهربائي هو فرق الجهد على طول الساق هاي ايل ماشي كتابة شوي ناعم هنا فيكون فرق الجهد الكهربائي على طرفين الساق يساوي يعني وسطين في طرفين دلتا في في واحد دلتا في شوي ساوي اي في ارهاي ما بيهداع يعني المفروض رأسا عوضنا عن المجال الكهربائي دلتا في على ايل ماشي يعني هنا نصير ترتيب غير مرغوب به هسا فهمكم انا عليه اللي دايقه بالمزا يقول وبما ان انحدار الجهد الكهربائي انحدار الجهد يعني فرق الجهد ينحدر على الطول يطيني مجال ماشي هذا المجال وين عوضه بهاي المعادلة شون عوضه كتبوا هناك مكان المجال دلتا في على ايل يساوي الطرف الثاني في بي ساين ثيتا تبدون منا دلتا في في واحد دلتا في في يساوي في بي في ال في بي ال ساين ثيتا ماشي بعدين شا تكتبون جواها تكتبون جواها اي موشنر او موشن تساوي بي ال في ساين ثيتا وبعدين خطوة لخ ما بيها ساين لاني زاوية تسعين ماشي يعني هذا التوضيح احسن من هذا المطبوع ملاحظات وقواعد مهمة مو كلش مهمة نتيجة لحركة الساق الموصلة بسرعة في هاي فيلوسيتي وبسرعة مدية على المجال تنشأ قوة مغناطيسية اولى قلنا موازية ويعين اتجاهها حسب قاعدة الكيف اليمنى وتعمل على فصل الشحنات الموجبة والسالبة افتهمناه نتيجة للي صار تولد مجال كهربائي مقداره اي تنبع خطوطه من الشحنات الموجبة الى السالبة صحيح وبسبب وجوده هو نشأت قوة كهربائية مقدارها اف الي كترك يأثر بيها ياهوة المجال الكهربائي يعني المستخدمها ويأثر بيها هو المجال الكهربائي اللي وتكون هاي قوة الكهربائية هم من الموازية المحور الساق بس معاكس الاتجاه القوة المغناطيسية الاولى لان القوة المغناطيسية فوق والكهربائية جوا هسا تقول مستاذ ليش تقول قوة المغناطيسية اولى لان افد شوي راح تجينا ثانية مزين ملاحظة الثالثة لمن تكون حركة الساق بصورة عمودية فان الزاوية تسعين بين السرعة وكثافة الفيض وان ساين تسعين واحد وتكون هاي القوة بعضا ما يمكن هاي ملاحظة مهمة عندما تكون حركة الساق بصورة موازية لمتجه كثافة الفيض يعني لو احنا ممشيين الساق بموازات كثافة الفيض يعني هذا الرسم شوفوه كثافة الفيض مول الداخل لو احنا ممشيينها باتجاه كثافة الفيض باتجاه هملح والداخل احنا هتصير السرعة بلا ركزوا لها الكليشة هتصير الزاوية بين متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض صفر افهمكم هو المجال المغناطيسي ذيكي عاملية وانشان نحو الاسفل ماشي الساق شلون جبناها عمودية عليه هاي سرعة الساق فكانت الزاوية تسعين بينما من اجيب الساق هيك احركها هيك بموازات المجال او حتى هاي تعتبر بموازات هاشوفو هاي تعتبر بموازات المجال زين فراح تكون الزاوية صفر بين متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض جيد اش راح يصير اذا زاوية صفر موساين الصفر يصير صفر لذلك متتولد قوة دافعة كهربائي يعني حسب هاي العلاقة احنا مشتقينها تساوي اذا كانت الحركة موازية معناها الزاوية المحصورة بين السرعة وكثافة الفيض خلينا نعيد المعادلة اللي ايج نكتبها تساوي اه كانت هي الزاوية صارة بين ذولي الفي والبي في الوراسم تفهموا لي اياها مثلا يعني مثلا هس راح يجيكم السؤال هو اصلا بكتاب خليه قالوا اذا كانت هاي خطوط المجال المغناطيسي ماشي زين وهي هي الساق وكانت الساق تتحرك هاي سرعتها في هاي سرعت الساق ماشي هذي يوضح لكم وهي من الخطوط هاي كثافة الفيض عفوا هاي كثافة الفيض فاذا كانت حركة الساق بموازات كثافة الفيض يعني بموازات المجال فان الزاوية بين السرعة وكثافة الفيض صفر فساين الصفر صفر فما تتولد قوة دافعة بهيج حالة نهائيا ماشي هاي نقطة عادية مش رتق روها عندما تكون حركة الساق بصورة مائلة يعني نميل هايج وماشيها راح تكون الزاوية لا صفر ولا تسعين وانما زاوية معينة فالقوة الدافعة الكهربائية ما تطلع لا صفر ولا أعظم ما يمكن تطلع معينة هميا مزين هاي أسل استنتاجية قلاءة فقط مرة واحدة بدون تركيز عليها سؤال استنتاجي لأن هاي الصفحة ما بيها ولا سؤال مطلوب ملعتكم أما الصفحة اللي راحت بيها سؤال الاشتقاق اشتقاق هنا أنا خاف يعني مخربط أنا اشتقيت على الورقة وحتى يكون واضح اشتقاق مرة أخيرة لانطلاب يضجون من الاشتقاق يلا هاي ثواني شا تساوون تساوون القوة الكهربائية بالقوة المغناطسية الأولى ماشي بعدين كيو في اي شو حنا في مجال كيو في بي ساين ثيتا تختصرون الشحنة مع الشحنة هاي سهل المجال الكهربائي يبقى يساوي في بي ساين ثيتا وتقولوا لهم بما أنه المجال الكهربائي يساوي فرق الجهد على طول الساق ماشي رأسا نتعوضون هناك رأسا على هالوضعية هاي شنعوض بالمجال بأنه فرق الجهد على الطول شي يساوي بي ساين ثيتا دلتا في في واحد دلتا في شي يساوي في بي في ال في بي ال وياهم ساين زينا هذا الجوات كتبون نسميه يساوي في بي ال ساين وتختصرون أخير شي بما أنه ثيتا تسعين فأنه تساوي بس بي ال في بدون ساين بس وقت اللي يقول لكم على ما يعتمد هاس اشتقاق انتهى حتى ما دوقكم خلوا ما نحشي غير حاجة حتى ما نصدر اذا لو اجي على هذا الموضوع ما لليوم ها اللي هو من صفحة اثمانية وعشرين تقرون هاي الصفحة منا لهنا ماشي وتقرون صفحة تسعة وعشرين كلها قراءة والتركيز على الاشتقاق وتنقلوه بطريقتكم احسن هنا الدفنول هذا تحطوه المرقة هنا وتشتقوه مثل ما انشتقيت تتراجعون للفيديو وتشتقوه هاي قراءة بعدها ما جاية يا وزاري اذا اول سؤال مطلوب نأتكم هو الاشتقاق بالطريقة اللي انا اشتقيتها مزيلا صفحة ثلاثين قراءة كلها ما بيها ولا سؤال مطلوب قراءة فقط ماشي صفحة ثلاثين عفوا واحد وثلاثين هي اللي بيها الاسئلة شوفوا تبهين معافية انا يقوم لما انشتق الخطوة قبل الاخيرة كانت هي دلتا في اللي طلعتنا في بي بي ساين ثيتا صح اعود بعدين كتبنا الفرق الجهد هذا راح نسمي ايموشنال تساوي بي بي اللي يريد اقوله انه دائما بلوزار يقولون علامة تعتمد القوة الدافعة الكهربائية الحركية على اربعة عوامل واحد اتنين ثلاثة اربعة لحد يجيب طار الساين احنا نحكي على الزاوية مرة واحداش قالوا حتى يوقعون الطالة قالوا علامة يعتمد فرق الجهد المتولد على طرفي ساق موصلة تتحرك عموديا على مجال المغناطيس اسنين هم يجيبوها شي اسمي علامة تعتمد هاي باعوك هاتب الصيخ تيناني التبهوا عليها زين والتبهوا على الوصف علامة تعتمد القوة الدافعة يا بياهي من هندي استاذ يقول هنه واي قال لك المحتفة الحركية حلو وانطاكم وصف اكثر قال المتولد على طرفي ساق تتحرك داخل مجال المغناطيس يا با تعتمد على سرعة الساق كثافة الفيض طول الساق الزاوية المحصورة بين السرعة وكثافة الفيض ومهي الزاوية طلاب هي لتعين وضعية الساق هي لتعين وضعية عمودي لو موازي لو مائل لذلك الجواب هو كثافة الفيض السرعة الطول والوضعية اللي هي الزاوية مرة واحدة جابوه بغير صيغة قالوا علامة يعتمد شو بلخ نشوفها واضح والله ذا متوجيه طالب تروح عليه شلون انا سويتها بكم هو بالفصل اول مكتوب ما العوامل المؤثرة في ساعة المتسعة انا قلت لكم علامة تعتمد ساعة المتسعة انت رح تقلتوا لي شو حنة وفرق جهد الاعتبار سي تساوكي وعلى دلتافي هاي غلط علامة تعتمد ساعة المتسعة تعتمد على المساحة والبعد ونوع العازل فهنا هم يقول لك علامة يعتمد فرق الجهد المتولد بين طرفي ساق الوصف مبين ساق موصلة تتحرك عموديا على مجال مغناطيسي جواب نفس الجواب ماشي اما صيغ اللوخ اللي هي هاي ما المقصود بالقوة الدافعة الحركية وعلى ما يعتمد مقدارها شوفوا شلون هذا هنا سؤال شامل تعريف زائد علامة يعتمد اذا هاي مو معناها انه السؤال يختلف بالعكس وبس التعريف ينظف لهذا النماشي فاللي يريد يقرأ ذني صيغتين حتى يتمكن منعدهم وبعدين هو بنهاية هو هذا سؤال شامل زيان هذا فكر بالكتاب الرسم ممنزلين الرسم الرسم هو بها الصورة هذا جيب لاركم احياتين نضعوا هذا الفكر انحرك والله لا هذا غير لو انعكس اتجاه حركة الساقة وانعكس اتجاه المجال هل تنعكس قطبية نعم تنعكس هاي ما عليكم بها سؤال عادي اذا هزا الحد الان طلبت معكم اشتقاق تعريف القوة الدافعة علامة اعتمد ماشي خوش اسئلة بس ثلاثة جيد هزا عندنا شرح هانا اروح اشرح يلا اجي اقراركم يا افضل احنا ستجهزنا يا رب اتركزون على هالكاليشا اللي المهمة احنا اللي سوينا هزا وكأنه واحد جاب بطارية اشلون يعني لانه الساق الساق اللي هاي ولدنا عليها فرق جهد على طرفيها هاي باحتبار بطارية ما دام عندها فرق جهد بس احنا ما نقول هيك يعني اللي رد اقوله احنا حاليا يدوب جهزنا فرق جهد يدوب جهزنا فرق جهد بديل عن البطارية ماشي فرق الجهد هذا وان جهزنا جهزناه ولدناه على طرفي ساق موصلة لما انتراكمت الشحنات الموجبة في طرف والسالبة في طرف شو ولدنا على طرفيه فرق جهد جيد هذا فرق الجهد هاي حاليا هو مسؤول عن توليد تيار لكن خلوه ببالكم معلومة مهمة التيار الكهربائي لا ينساب الا في الدوائر المقفلة التيار الكهربائي شبيه ينساب اسمعها دي شجيران في دوائر مقفلة ماشي اذا يحتاج التيار الى مسار مغلق يحتاج التيار الى مسار مغلق ماشي شون يعني مسار مغلق احنا حاليا عدنا بس فرق جهد على طرفي هاي الساق لان الطرف الموجب جهده موجب الطرف السالب جهده سالب فاحنا حاليا عدنا فرق جهد لذلك حتى يمر تيار راح نخلي هاي الساق تتحرك ضمن مسار مغلق اصلاح تفهمون الفكرة هسا هذا شنو هاي راح نقانو ياكم للحداد قلنا العيني سوينا سكة بشكل حرفيو معدنية وقلنا لها لا تلحم هاي الحديدة او هاي الساق عليها ليش قال ليش قلنا لها حتى نستمر بكيفنا نحركها اخو ما تلحمها بعد ما ستتحرك لازم نستمر بالتحريك لانه اذا ما نحرك فرق الجهد ما يتولد بحيث نضعها هاي الساق هاي الساق المنظومة كلها نضعها وين في منطقة مجال المغناطيسي ونستمر بالتحريك ونعيش للأحضاء ماشي ماشي هسا تفهمون اذا هايش هنس كونا مسار مغلق او كونا دائرة كهربائية مقفلة اذا هنا تم تكوين تم تكوين دائرة كهربائية مقفلة لكي ينساب فيها التيار المحتث لنوه التيار ما ينساب الا دائرة كهربائية مقفلة زيان استاذ مدريك راح ينساب تيار ها راح اربط هنا مصباح بس يشتغل المصباح افهم انه فعلا التيار دي ينساب وبما انه هذا موجب وهذا سالب طلابنا فهذا هو سيكون انطلاق التيار منه من الموجب ماشي هذا هو التيار المحتث سيتوكل استاذ ليش سميته محتث اي مولدين اي مولدين اي مولدين قوة دافع طلاب العافية يا رب تفهموني هذه صح اسمها قوة حركية بس هي قوة دافع كهربائية محتثة حركية ماشي هذا الوصف ما لها حركية لكنها محتثة ماشي وليكن معلومة يا طلابي انا قانون فراداي قلت لكم القوة التيار المحتث الذي يريد يحسب تيار خلاف اهمكم الذي يحسب تيار يطبق قانون اوم على الدائرة المقفلة يقسم فرق الجهد اللي عنده شوف شون داعتي على المقاومة اللي عنده اذا بشكل عام اللي يريد يحسب تيار لازم عنده فرق جهد وعنده مقاومة مثلا هاي بطارية وهاي مقاومة البطارية هي مصدر لفرق الجهد فرح ينساب تيار يمر بالمقاومة هذا التيار شون يحسب من تقسيم فرق الجهد ما المصدر اللي عندي على المقاومة فيحسب التيار المنساب في الدائرة ماشي وحدة وحدة هاي الدائرة المقفلة لازم بيها مقاومة ولازم بيها مصدر لفرق الجهد من هو مصدر فرق الجهد فرق الجهد من هو مصدر مالته اليموشنل اذا هذا معنى كلامي انه التيار الاي اندكشن فرق الجهد مالته هي اليموشنل مضبوط مقاومة الدائرة وين هي هسا قلو لكم عليه خلوا ببعضكم طلابي انه هاي الار هقول عليها كليشة الاتي صلي على النبي واحفظ لي هاي الكليشة راح اقولها كل شي بالكون له مقاومة فهاي السكة الحديدية لها مقاومة اسمها مقاومة السكة مقاومة اذا انتم من تبهين مقاومة السكة ومقاومة المصباح ومقاومة الساق كلهم توالي مربوطين توالي يعني فهاي الار الموجودة بالقانون اسمها المقاومة الكلية للدائرة المقاومة الكلية للدائرة شنو يعني استاذ يعني الساق والسكة والمصباح يعني استاذ شنو يعني إذا انطاكم مقاومتين ثلاثة تجمعون وتعوضون الكلية انطاكم وحدة خلاص وحدة شا سوي لها فدائما بالوزاري يطيكم مقاومة بس المصباح شوف شون يقول يقول فكانت مقاومة المصباح هل قد اهمل مقاومة الساق ومقاومة السكة اهملهم ما نطيك ياهن ماشي طاني وحدة فبس وحدة باختصار طلاب طاكم وحدة تعوضونها الوحدة ثنيا تعوضونها اثنيا ثلاثة 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 يعني كونوا تجمعوهم ماشي وراح تفهمون هسه منا هحل المساء الكلها مع الوزاري ماشي المهم ما نسوين جيت على شنو جيت واحدة واحدة خلأ فهمكم هنانا عدنا استخلصنا قانون طلابي اكونا وضعي راح تصير حسب قانون لنز وانه قبل شوية قلنا اكو قوة مغناطسية اولى وهس احنا وصلنا للثانية قوة مغناطسية ثانية خبه يمي هاي سرعة تحريك الساق انا دام مشي الساق وعايش اللحظة ماشي فجأة حسيت اكو عرقلة شوفوا انتذا تابعون التيار تابعوه تابعوه راح تلقوه هش يمشي هذا مسار المغلق الصحيح مالتا مننا يمشي ويكمل مساره هش اذا هذا شنو قدامكم هذا التيار نفسه التيار المحتف ماشي زين طلابنا يا رب تفهموني التيار مو شحنات تتحرك ايه اعتبروها شحنات موجبة اعتبروها شحنات موجبة تتحرك ايش طبقوا عليها قاعدة الكف الايمن هاي السرعة هذا المجال للداخل هاي القوة المغناطسية الثانية وحدة وحدة هذا التيار اعتبروه شحنا موجبة بكلامي صحيح ماشي تتحرك هاي سرعته هاي اصابع خطوط المجال اللي حول الداخل هاي هي القوة المغناطسية الثانية اذا سوف تتولد قوة مغناطسية الثانية معرقلة لحركة الساق بزود من هاي بزود التيار الموجود اذا هاي بفعل التيار اكون هنا قوة مغناطسية الثانية اسمها معرقلة لي حركة الساق حسب قانون لنز لعدستاذ الاولى لي فصلة الشحن الموجبة عن السالبة هذي جاء بفعل من هذي جاء بفعل المجال المغناطسي والدليل قانونها qvb sin theta يعني اثرت على الشحن المتحركة بفعل المجال اما هاي هس راح تشوفوا نية تقانونها بالكتاب ما مطلوب اشتقاقة من عدكم القوة المغناطسية يلا قبل لا اكتبها هاي بفعل من بفعل التيار شوفوا اسمها i l b هس فهمكم شنية او راح ارتبها قوة المغناطسية الثانية المعرقلة b l i حتى تصير سهلة لنقاها بلي قوة المغناطسية بسبب وجود مجال المغناطسي وين ماثرة على طول الساق ليش بوجود التيار ماشي اذا القوة المغناطسية الثانية اسمها المعرقلة جيد شتريد هس انت استاد سلامتكم طالما اني متحرك نحو اليمين هي تأثر طالما اني متحرك نحو اليمين هي تأثر نحو اليسار فراح تقلل السرعة فتتخربط على وضعية الاتزام كلها حتى اضمن السرعة الظل ثابتة راح اروح اجيب قوة مغناطسية العفو راح اروح اجيب شخص خطيئة واحد اخر يسحب بقوة اسمها قوة سحب f بول بول يعني سحب سحب معاكسة لهاي القوة بالاتجاه مساوية لها بالمقدار يعني اذا هي تتسحب وتعرقل بمقدار خمسة نيوتن اجيب قوة خارجية مقدارها خمسة نيوتن حتى الغي تأثير هاي وتبقى السرعة ثابتة اذا سوف يتطلب من عندنا تسليط قوة معرقلة العفو قوة ساحبة للتغلب على القوة المعرقلة وتكون هاي القوة الساحبة مساوية لمقدار هاي ما يصر اكبر اذا اكبر راح نزيد السرعة فهم ترجع تتخربط حالة الاتزام اذا اقل معناها هاي تسحب اكثر فتقل السرعة فتتخربط حالة الاتزام اذا شا نجيب نجيب قوة على قد هاي مساوية لها مقدارة معاكسة لها التجاه ماشي السادسة شا تريد تقول اللي اريد اقوله انه لازم نجيب قوة سحب F سحب اذا منتبهين انه يكتب على البوب ما المكاتب ما المولات ما هاي ادفع و سحب البول سحب شبهها قوة السحب مساوية للقوة المغناطيسية المعرقلة مقدارا يعني تاخذ نفس مقدارها اه اه العفو B L I حد بدون دوخة يعني انتو كوش ما مطلوب عندكم مطلوب من قدكم تفهموا لي انه القوة المعرقلة قانونها بالعفو قوة السحب B L I ليش استاذ لان هي اخذت نفس مقدار القوة المعرقلة تعاكسها بالاتجاه بس ما راح نخليه سالم اذا على قد اللي قلت مرن عليكم ثلاث قوانين لحد الان انا اذا جمع بالقوانين باقي لي واحد القوانين اللي مرت علينا اللي راح نحل بها مسائل اللي هي كل السهلة واحد القوة الدافع الحركية بي عفو بي في L ساين ثيتا خلس سهلها عليكم بي L V ساين ثيتا بس الساين ما نخليها بالمسألة نخليها بس وقت اللي لما نيقول لنا على ما تعتمد حتى ما ننسى انهن اربع عوامل اثنيا ثلاثة اربع مفهوم ما تتخلى بالمسألة لان هي ما بي هذي ساوى تسعين المهم هذا اول قانون خلسنا عيدة emotional تساوي بي L V بلف اثنين اه التيار المحتف يساوي emotional اللي جبناها اعتبارها هي فرق الجهد على مقاومة الدائرة وثلاثة قوة السحب F بول تساوي بي L I ها القانون الثالث باقينا قانون رابع القانون الرابع منين يجي وش عنده جاي طلابنا احنا هسا من حركنا هاي احتاجينا قوة خارجية قوة السحب اذا قوة السحب هي عبارة عن شغل احنا بذلناه فهي قوة السحب سوف تبدل شغلا ماشي الشغل والشغل والشغل طاقة الشغل هو طاقة بوحدة الجول ماشي انا خلأ جيبها هنا القوة الساحبة في الازاحة اللي راح تحرك بها الساق هذا يعتبر شغل تم انجازه على الساق وتم احتى حريكها ماشي جيت سألت الدائرة الكهربائية قلت لها انت استفاديتي شي قالتي نعم هاي قوة الساحبة خلف الله عليها خلت الحركة دائمية يعني مدامة تديم الحركة ماشي تلغي التأثيرات وتديم الحركة بما ان الحركة دائمية فينساب تيار بفعل القوة المتولدة الدافعة زين وتيار يعني اختصار استفادت الدائرة الكهربائية بانها حصلت على طاقة كهربائية من طاقة حركية اذا هنا نقانون حفظ الطاقة متحقق ماشي لذلك خلوا بالكم طلابي القدرة الكهربائية القدرة الميكانيكية عدني قدرتين القدرة الميكانيكية بقوسين الحركية جاي من الحركة هي المعدل الزمني للشغل المنجز ماشي الباور اللي رح تكتسبها الدائرة اللي رح تكتسبها الدائرة اللي رح تكتسبها الدائرة من الجتي من المعدل الزمني للشغل المنجز ماشي اذا القدرة اللي رح تكتسبها الدائرة مكتسبة تساوي افك الشغل عبارة عن قوة ساحبة في ازاحة على زمن خلوا بالكم الازاحة على الزمن هاي سرعة ازاحة على زمن هاي سرعة اذا القدرة المكتسبة اللي اكتسبتها الدائرة تجي من القوة الساحبة في السرعة جيد وبالتعويض فان القدرة المكتسبة اللي اكتسبتها الدائرة القوة الساحبة مفكوكة ب ال اي بلقنا مو بالف ماشي في السرعة جيد وبالتالي فان القدرة المكتسبة تساوي ال بي انزلها ال اي انزله ال اي هو عبارة عن على ال ار صح لو مصح عوضت عن التيار اللي هستوني جبناه على ار لذلك فالباور المكتسبة يعني القدرة اللي رح تكتسبها الدائرة شوف شد احاولها الى كهربائية بس بعض تساوي بي اي ال هي عبارة عن على ار جيد اذا الباور المكتسبة القدرة اللي رح تكتسبها الدائرة هي بي تربيع ال تربيع في على ار هاي شنو هاي القدرة المكتسبة اللي اكتسبت ها الدائرة نتيجة الحركة زين هاي شنو هاي قوالين استاذ شنو ها الدوخة هاي هذا بس فهم ما رح ما مطلوب منعدكم مطلوب منعدكم في مكان معين بس هسه بس فهم لاحد يخاف من عنده زين جينا سعندنا الدائرة الكهربائية قلنا على الهباعي ما كذب تكذبين ما رح تفيديو يعني احنا متأكدين انه لما نحركنا الساق هاي سرعة معلينة بها بقوة سحب احنا واثقين انه احنا انجزنا شغل قالت يلا يعني ما مكذبة انا مناكل هذا الشي قلنا لهاي قوة السحب اكسبتكي طاقة يا دائرتنا الكهربائية قوة السحب اكسبتكي طاقة واكسبتكي قدرة هذه القدرة يعطي الدامج اشتقيناها قالت عمي صحيح شا تريدون هذا مصباح هنا قلنا له انت وان رح تودين هاي الطاقة او الشغل اللي احنا صرفناه عليك او القدرة وان هتوديها قلت يعني وان هتوديها رح احولها على شكل فولتية وتيار او قوة دافعة وتيار ومن ثم يستهلكم المصباح ويحولهم الى طاقة ضوئية وطاقة حرارية هذي خلص قانون حفظ الطاقة بعشاكم قلنا على عاش تيدج اذا نحن نريد اشتسبتين يا دائرتنا الكهربائية انه الباور المكتسبة يعني القدرة اللي اكتسبتها فعلا راحت حوليها الى قدرة مستهلكة او متبددة قالت عيد شنو قلنا نريد اشتسبتين انه القدرة اللي اكسبناها الاج راح تحوليها كاملة الى قدرة متبددة مستهلكة اثبات رياضي هي من القدرة المتبددة طلابي صلوا عنا بعافية راح احجي احجي مختلف طلابنا دائما ما تسمعون بكلمة القدرة بالفيزيق القدرة لها قانونين رئيسية وقانونين فرعية القانون الرئيسي الاصلي للقدرة هي المعدل الزمني للشغل المنجز هذا القانون الاول للقدرة وهي اسمها قدرة ميكانيكية جاي من الحركة والقانون الرئيسي الثاني يجي من حاصل ضرب الفولتية في التيار او فرق الجهد في التيار هياخذوهم من عندي ماشي اما القوانين الفرعية فهي بسبب قانون اوم قانون اوم المقاومة تساوي الفولتية على التيار هستفهم في في واحد في شي يساوي ار في اي زين والاي يساوي في على ار ماشي هستفهموني هذاني الرئيسيات اول ثاني الثانويات مثلا احنا جينا نحسب القدرة ما لقينا الفولتية يعني فرق جهد عوضنا عننا بما يساويه من قانون اوم بانه مقاومة في تيار اذا الار عوض عنه ار في اي وقدامي اي صار ار اي تربيع بس عيدة باور تساوي اي تربيع في ار هذا القانون شنو الثالث هذا قانون ثانوي مشتق نعيد بس غير شي مثلا جيه تحسب قدرة لقيت الفولتية بس ما لقيت التيار ما لازم اعوض عن التيار بانه في على ار فاش حيصر عدي باور تساوي تربيع على ار صار عدي اربع قوانين القدرة هاي كلمة ثابتة وكلام ثابت اذا القدرة لها اربعة قوانين واحد شوف شونين قريء القدرة هي المعدل الزمني للشغل المنجز او للطاقة المنجزة او للطاقة المستهلكة كل افضل هاي شا قدرة ميكانيكية هاي قدامكم قدرة كهربائية تيجي من فولتية في تيار او تيار تربيع في مقاومة او في تربيع على مقاومة هيكلها قدرات كهربائية ماشي ستاشتري سلامتكم القدرة المكتسبة اللي اكسبناها للدائرة اللي هي هاي كانت عبارة عن شغل ميكانيكي طلعنا شكلها هو هذا ماشي اش راح تتحول هاي القدرة المكتسبة الى تيار فولتية تراها هاي فولتية فولتية في تيار يعني قدرة فولتية في تيار يعني قدرة اذا نحن نريدها تثبتنا هاي الدائرة الكهربائية بان القدرة اللي اكسبناها هي هتحولها لقدرة مستهلكة او متبددة على شكل كهرباء شلون يعني توية هذا السؤال بعد ما جاي احنا سرح اوصل ليا لكم بسرعة اخلاعيدي لكم القدرة المكتسبة اللي اكتسبتها الدائرة باور مكتسبة تيجي من المعدل الزمني للشغل المنجز ماشي وتساوي هاي مفكوكة قوة سهب في ازاحة على تاين اذا باور تساوي اكس على تي سرعة اذا القوة الساحبة في سرعة القوة الساحبة هي بالي في سرعة البي ال تنزل والاي هو ايموشنال على ار والفي تنزل اذا الباور مكتسبة اللي راح تكتسبها الدائرة من الحركة تساوي بي ال تنزل هي بلف بي ال في على ار في في اذا باور مكتسبة تساوي بي تربيع ال تربيع في على ار هاي شنو القدرة اللي اكتسبتها اردو نشوف القدرة الكهربائية اللي تحولها القدرة المستهلكة قدرة اللي تستهلكها الدائرة على شكل كهرباء القدرة المستهلكة او المتبددة نختار واحد من قوانين كهرباء مثلا اي تربيع في ار هذا مو واحد من قوانين كهرباء اينها يلا نشتغل عليه تساوي قدرة المستهلكة تساوي ال اي هو شنو هو ايموشنال على ار صح اينها الكل تربيع في ار لا حد يختصر هس تساوي القدرة اللي راح تستهلك على شكل كهرباء او حرارة او شي تساوي تربية حتصير على زين هي مو بي ايل في اي نعم اذا كلهم تربيع على تربيع في ار ماشي وبعديا طبعا هنا طلابي في تربيع همينا في تربيع ماشي في تربيع زين اذا انا حصير المتبددة تساوي بي تربيع ايل تربيع في تربيع على ار بعد اختصار ار و ار ماشي هس راح اقول لكم هدا الكلام واني يفيدنا بس احنا خلي اللم الحج لان انتو هسا دختوا صور تصابعتكم هواسة هاي اللحواسة راح الملكم اياها هنا صلوا عن النبي هذا الموضوع شبيه بيشتق القوة الدافع الحركية اشتقناها كذا مرة ما المقصود بالقوة الدافعة الكهربائية الحركية وعلى ما يعتمد مقدارها هذاني ثلاثة اسئلة اما المسائل ارقم مسائل يمكن نشوفوها بس اربع قوانين اذا قوانين القوة الدافعة يعني قوانين هذا الموضوع الكهربائية المحتثة الحركية المتولدة على طرف اي ساق اكتبوها انتو شبيه هاي القوانين واحد واحد الله ايموشنال تساوي بلف بي ايل في بدون ساين اثنين اللي عنده قوة دافعة يعني عنده فرق جهد فيقدر يحسب تيار بتقسيم ذلك فرق الجهد على الار الار الكلية جهيد ثلاثة قوة السحب لو يطينيها لو يطلبها تساوي بي ايل اي حلو اربعة واخيرا اربعة القدرة المتبددة رح يطلب بناتكم قدرة متبددة بالانجليزي تكتبوها بس تساوي اي قانون اختاروه ما الكهرباء هذان يعني قلت لكم عليها هنه السا اي قانون ما لكم دخل بالميكانيكي هذان الكهربائيات تيار تيار تربيع في مقاومة خلن اختار بس اول اثنين نحطها بس نعتبرها قانون واحد شنو يعني فولتيف تيار يعني ايموجينال لازم في اي فولتيف تيار او تساوي تيار تربيع في مقاومة ماشي هذان اربعة قوانين لحد يعتبر ذن اثنين لذن اثنين قانون قدرة ارقى شي او هذا تمام هس شنو هس الحراوي يكون مسائل جه السهلة اود بعدين نرجع على الشرحيات هس هذا اول مثال ما الكتاب مثال كتاب باع السهولة مثال جاي وزارة مارتي افرض ان ساقا موصل الى طولها واحد بوينت ستة متر ملاحظ رقم واحد الطول همزين بالمتر اذا جاي بسنتيمتر يتم تحويله هس تكتبون اللي ما يعرف في كتبها اذا كتبها هاي كارثة كتبها كابتل عمي ما يخالف اذا كتبت بها طريقة كان بها ما كتبت ما دبرتوها كتبها الكابتل عادي لا حد يظل يجع مريجا عدكم خطوط تلعب النفس اذا تساوي واحد بوينت ستة متر ماشي فارزة انزلقت على سكة موصلة لازم تفهمون شنو قصده السكة الموصلة هاي اللي احنا سويناه الهياية من الحداد هاي هاي السكة الموصلة بشكل حرفي و اذا تنزلق الساق عليها تمشي تتحرك مفهوم لازم واحد يترجم المسألة بانطلاق الانطلاق يعني السرعة خمسة متر على سكند السرعة تقاس بوحدات المتر على الثانية باتجاه عمودي على مجال المغناطيسي يعني نفس الكيفية اللي درسناها مجال المغناطيسي كثافة فيضهي صفر بوينت ثمانية تسلا اذا هاي بي ايل في هاي الاموشنال طلعت بالوجه ماشي وكانت مقاومة المصباح شوفوا المصباح المربوط على السكة على التوالي معها هي مئة وثمانية وعشرين هاي شي نونطاني بس مقاومة المصباح مئة وثمانية وعشرين اوم وقال ليهم المقاومة الكهربائية مال الساق والسكة عم كتبناها سلكة يلا ما يهم السكة اهملهم يعني خلص بس هالوحيدة عدي زين ش تريد هالستة يريد مني القوة الدافعة الحركية ماشي الحل اي واحد ايموشنال مباشرة بي ايل في ايموشنال البي هي صفر اثمانية ال ايل واحد ستة ال في خمسة صلي عنا بي عوفوا الفوارز ثمانية في خمسة اربعين اربعة في ستة عشر اربعة وستين واحدة وحدة ثمانية في خمسة اربعين ورجعوا المرتبة مالته راحت فيش قد واحد بوين ستة جيد حتى واحد ما يخطئ ليش يختصر هسا عندك بالجديد اربعة في ستة في ستة عشر اربعة وستين اربعة وستين اش كم مرتبع وحدة ترى هاي منتهية اذن ستة اربعة وانتبهوا القوة الدافعة هي فرق جهد يعني بالفولت راحت طلعت هاي اثنيا يريد التيار اسمعوا شان دا احتيوها هو اللي يريد التيار يقسم فرق جهد على مقاومة فرق الجهد مالتنا اليوم اسمه موشنل حلو فيطلع الاندكشن اذن التيار المحتث سواء كتب محتث او انتو كتبتو محتث او ما كتبتو عادي ستة بوينت اربعة على مية وثمانية وعشرين اسمعوني زين اي اندكشن تساوي ضيف صفر وحدة في الفارزة اذا اربعة وستين على الف ومثين وثمانين استاذ اللاصة لا fail ضم keys ضموا لي الصفر الرحمة الوالد الاربعة وستين ويعا المية وثمانية وعشرين بيها الاختصار بيها واحد بيها اثنين اذا الناتو صار واحد على عشرين واحد على عشرين رجع الصفر هو الواحد على اثنين خمسة بالعشرة خمسة بالعشرة السفر يضاف على شكل فارزة يعني قسمها قسمها طويلة يطلع صفر صفر خمسة امبير. ماشي. ثلاثة. القدرة الكهربائية المجهزة للمصباح. شوفوا طلاب. قل لكم مجهزة. قل لكم مستهلكة. قل لكم متبددة. قل لكم ضائعة. هن اذن القانوني اللي انا خليتنه اياكم. هذن. ماكو غيرا. البطلة والبطل يسجل هاي الملاحظات حتى يتمكن. ماشي. المطلب الاخير. المتبددة او المستهلكة او الضائعة او المجهزة. تساوي التيار تربيع في المقاومة. اه اي تربيع. هو اش قد التيار? صفر صفر خمسة. دخل لك تبهيج. خمسة في عشرة سالب اثنين. وخلي عليه تربيع. وضربه بالمقاومة مية وثمانية وعشرين. اربع يلا. اذن تساوي خمسة وعشرين في عشرة سالب اربعة لين عند الرفع تضرب الاسس. في مية وثمانية وعشرين. واروح اقول له مية وثمانية وعشرين بخمسة وعشرين. اربعين. عشر اربعة عشر. خمسة ستة. صفر. ستة عشر. اربعة خمسة. اثنين في واحد اثنين. صفر عشرة سبعة اثنى عشر ثلاثة ثلاثة الاف ومئتين. اذا تلاتة الاف ومئتين في عشرة سالب اربعة. اقدر اضيف الف. الاس السالب معناها عدد المراتب. شو كم مرتبة? واحد اثنين ثلاثة اربعة. حلو. تساوي واحد اثنين ثلاثة اربعة. يعني او بوينت. اثنين وثلاثين واحدة في الفوارز. واط يا واطين. بالواط يا واطين. زي. هذا السؤال الاول. اللي يعدهم الملزمة يسمعون الكلام ويروحون على صفحة خمسة وثلاثين يحذفوني السؤال الاول ما ريده والسؤال الثاني. اريده. السؤال الثاني مهم. شوفوا شلون امرتب. جايب لكم اياه. وحاجب لكم القصة كلها. انا حشرح السؤال متو تحلوه. افرض ان الساق الموسط اللي طول هو واحد بالعشرة متر. هاي تمام. هاي ال. والسرعة هاي في. والمقاومة الكليه هو حاسبها. او بو انت ثلاثة او. كثافة الفيض ستة بالعشر. احسب القوة الدافعة. القوة الدافعة طلاب. بي. ال في. يلا حلو. تيار المحتث. انتو جبتوا القوة الدافعة. بس قسموها على ار. قوة ساحبة. بي ال وانتو جبتوا الاي هنا. اذا هي بي ال اي. والقدرة المتبددة. ماشي. هذا السؤال الثالث تخلوه لي هنا لسبعة امبير. سبعة امبير تيار ما موجود. سبعة امبير. فتطلع النتائج هي هاته مكتوبة هنا. لازم تطلع هيج ماشي. اني حالة فتطلع نتائج هيج مضبوطة. ماشي. هذا عليكم. السؤال الرابع عليكم. هاش طلعت هاي يستطيع. كلها تشابه. الخامس عليها لان شوي اختلف. السادس ترك. السابع ترك. ماشي. نيذن ثرائيات. وابه نداعي. انا دعشيكم على ذنينش الوزاريات. يلا بس نحل السؤال الخامس ونشوف. السؤال خامس مختلف. يعني حل مختلف وخلي نضبطه. هذا الموضوع ما يجي السؤال ما لتصعب مستحيل. بس هو السؤال الخامس شوي مختلف. اه نصلي عن نبي. سؤال الخامس. افرض ان ساق موصلة طولها واحد بوين ستة متر. ماشي. واحد ال واحد بوين ستة متر. تنزلق على سكية بشكل حرفي وماشي باتجاه عمودي كثافة الفيض ثمانية بالعشرة. صفر ثمانية تسل. بتأثير قوة ساحبة. ها عاش تيدا كنت منطيني قوة السحب. مولي اندكشن دربالكم. القوة بالنيوتن. القوة بالاسئلة اللي راح تحلوها بالنيوتن. او بوينت او ستة اربعة نيوتن. حلو. وكان مقدار المقاومة الكلية هو حاسبه. ار. مية وثمانية وعشرين اوم. يريد القوة الدافعة والسرعة. اه شتيدك. شوفوا المخطط ما الحل طلابي. انتو حتتتوقعون القوة الدافعة تجي منها بي ال في ما تجي. لان السرعة مطلوبة. مجهولة ومطلوبة. فشي تساوون نصيحة. تنزلون القوانين كلها. ما عدا قانون القدرة. شي ساوي. على ار. حلو. يعني القوة الدافعة ما موجودة بس هناك. ممكن تيجي منها بس احنا ما عدا تيار. يلا يا بخل نزل القانون الثالث. اف بول تساوي بي ال اي. هاي هاي هتنحل المشكلة. قوة السحب موجودة. كثافة الفيض وطول الساق موجودة شي يطلع يطلع التيار. ونتودو تودو هنا. ليش حتى تطلع الايموشنل. انا خلي روح نحل قبل ان ننسى. الحل. من يبدو الحل منها. قوة السحب. اذا من يطيكم قوة السحب رأسا نستخدموها. بي ال اي. يلا. قوة السحب. صفر صفر ستة ربعة. كثافة الفيض صفر ثمانية. طول الساق واحد ستة. والتيار اي. ماشي ماشي. اذا الاي يساوي. اليمة المجهول مقام. اذا الاي يساوي البعيد كليته. صفر صفر ستة ربعة. صفر ثمانية واحد ستة. صلي على النبي. اي يساوي. من اليمنة واحد اثنين ثلاث مراتب. واحد اثنين. نضيف صفر والمكان هنا او هنا. ونحذف الفوارز. راح يصير لدي اربعة وستين. على ثمانية في مية وستين. اي شنو اللاصة. لا ما اللاصة. اي يساوي. ال اربعة وستين. شكم ثمانية بيها ثمانية. حلو. اذا المنظر الجديد ثمانية. على مية وستين. دو ضمه صفر. ثمانية بيها واحد. ستة عش بيها اثنين. اذا واحد على عشرين. اي شنو استاذ شو هذا نفس السؤال حالينا ايه. بس باع شون غيري. اذا واحد على عشرين. اذا او بوينت او خمس امبير. زين ستاك شنساوي بالتيار. حولان. واذا جبنا التيار نقدر نجيب القوة الدافعة اللي هو لا يدهب اول مطلب. اذا هذا الحل كله تابع للمطلب الاول اللي بعد ما خلص. اذا. يساوي ايموشنل على ار. شرائدين انتو? ايموشنل. تساوي اي اندكشن في ار. وتساوي صفر صفر خمسة في مية وثمانية وعشرين. مية وثمانية وعشرين في خمسة. عفوا الفوارز. اربعين. اربعة عشر ستة. اذا ايموشنل. تساوي ستمية واربعين رجعونا مرتبتين واحد اثنيا. شوفوا حتى تطلع نفس الحل. المثال الاول حليته. ثم لاعبين بالمسألة لعب. شفتوا شلون? اذا نسا يلا طلع المطلب الاول. مطلب الثاني. السرعة. مو تدلل. من اول قانون. ايموشنل. تساوي بي ايل في. السرعة. تساوي الايموشنل. على بي ايل. لحد يخطع فيه. الايموشنل الوخر الصفر بعد انتهى. ستة بوينت اربعة. صفر ثمانية واحد ستة. ضيفوا صفر فوقه ويحثفوا المراتب. بالجديد. هسا بالجديد يضيفوا يصير ستمية واربعين. على ثمانية في ستة عش. هتطلع خمسة. في تساوي. ضموا صفر. ياب اربعة وستين. اش قد بيها? بيها ثمانية لمن هاي واحد. زين ثمانية رجعوا لها صفر. بعدين ضموا. ثمانية بيها واحد. ستة عش بيها اثنين. رجعوا الصفر اذا عشرة على اثنين. اذا خمسة متر على سكنت. هي ما تقبل غلط. المسألة الاولى المثال نفسه. ايش اسمه? اه محورة. شوف شو مسوين به. ادي ملاحظة طلاب. هاكم هذا السؤال يشبها بالضبط وانتو تحلوه. اي اسألة شو عاملة اوفوكم منها هسا انا نزلكم يا. هذا السؤال جبل 2019. اه تمهيدي مثل ابو الضبط. بس دربالكم. افرض ان ساق موصلة طولها ستين سنتيمتر. يتم التحويل بالضرب في عشرة سالة بثنين. تنزلق على سكة موصلة على شكل حرف يو. ماشي. في مجال مغناطيسي او بوينت خمسة تسلا. بتأثير قوة ساحبة ستة بالمية. نفس المعطيات ما لذاك. طاكم طول وكثافة فيض. وقوة ساحبة طلعون التيار. وكان مقدار المقاومة الكلية مئة وعشرين اوم. احسب بالقوة الدافعة الكهربائية طلابين نفس المخطط عافية. اول مرة تطبقون القوة الساحبة. طلعون منها التيار. من الطلعون التيار تستخدمون قانون اوم. يهو هذا. اه انا سأسألكم المخطط لا تريدون. وبعدين تجيبون السرعة وبعدين قدرة المتبددة. اذا المخطط ما الحل هياتنا انتو بس تنفذوه. اول ما تبدون تقولون واحد قوة السحب تساوي بي طبعا قبل هاي انتم محاولين لازم الطول ستين تضربوها في عشرة سالة باثنية نصير بالمتر. ماشي. اه اه عدكم هاي وكثافة الفيض والطول يطلع التيار. بعد ما يطلع التيار تعاوضون قانونه مال اوم اللي هو ايموشنل على ار لغرض ايجادها هي. وثاني مطلب ايموشنل صارت معلومة بي ال في فتطلع الفي. وثالث مطلب الباور بالقانون اللي يعجبكم. اي تربيع في ار او ايموشنل في اي. اللي هو بمثابة فولتيف تيار هاده. بمثابة فولتيف تيار. كيفكم? تمام? اما شرحيات اللي تبقت ما عندنا بيها شيء. اكملها ان شاء الله على الدرس القادم. تمام? تحياتنا لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.